اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اولا سوف نبدأ باذن الله بالمقدمة لكي نعرف الافكار الاساسية التي سوف نتحدث عليها في هذه الحلقة اولا سوف نتحدث عن اهم الادوات الخاصة بالريسكن لانه بعدما انقمنا بتنزيل وتحميل الكودسورس اصبح لدينا هذا التطبيق الذي لا نعرف عليه ولا شيء والذي هو عبارة عن ملفات واكواد وكلمات وصور واكواد برمجية ليست لدينا اي خبرة في هذه الاكواد فكيف استطيع بناء هذا التطبيق وانا ليست لدي اي خبرة وكيف يمكنني التعديل عليها ايضا بدون اي خبرة برمجية وانا اعلم انه الان يدور في ذهنك عشرات الاسئلة لكن احببت ان ابشرك ان هذه الحلقة باذن الله سوف اجيب عن كافة الاسئلة الشائعة في هذا المجال مجال الريسكن بكل بساطة صديقي كل ما علينا فقط القليل من الصبر ومتابعة هذه الدورة بتركيز وباذن الله كل شيء سوف يكون واضح بين ايديكم كما قلت لكم اهم الادوات الخاصة بالريسكن سوف نتحدث عنها الان ايضا اخطاء يجب تجنبها في مجال الريسكن كما تعلمون يوجد العديد من الاخطاء والمشاكل التي يقع فيها العديد من الاشخاص ايضا خطوات تصميم تطبيق اندرويد وهذا الامر انا احبب دائما وهو انك تنتج تطبيق جديد وكذلك تصمم واجهة جديدة لكي يبدو التطبيق بشكل اروع واجمل ومختلف كليا عن السورس كود المجاني الذي تحصلنا عليه ايضا سوف اذكر لكم سبع الطرق لكسب المال من تطبيقات الهاتف لكي تتمكن من كسب المال من تطبيقات الهاتف طرق مجربة ومضمونة وكذلك طرق حقيقية وطرق ليست صعبة وسهلة للغاية وستو اتحدث لكم ايضا في هذه الحلقة عن الربح من انشاء تطبيقات الاندرويد وهكذا لكي تتحفز صديقي وتدخل الى هذا المجال وانت راضي عن هذه الدورة وكذلك عن التطبيقات التي سوف تنشئها باذن الله من خلال المعلومات القيمة التي سوف تتحصل عليها من خلال هذه الدورة والان اصدقائي سوف نبدأ باهم الادوات الخاصة بالريسكيب وكما تعرفنا بشكل اساسي الحصول على الكود سورس والحصول على الكود سورس من احد المواقع التي شرحناها لكم في الحلقات السابقة سواء بشكل مجاني او بشكل مدفوع والكود سورس بكل بساطة هو عبارة عن الكود الخاص بتطبيقك سوف نحصل عليها لكي نبدأ في تطبيق التعديلات كما سبق وانذكرنا مثل التصميم تغيير الصوت والصور والفيديوهات الالوان حتى يصبح التطبيق الخاص بنا مختلف تماما عن التطبيق الاصلي الموجود في هذا الكود سورس ويمكنك الحصول على هذا الكود سورس بطريقة مجانية من المواقع التي سبق وانشرحناها وايضا بشكل مدفوع من المواقع الموثوقة التي سبق وانذكرناها ثاني شيء هي برامج تعديل التطبيقات وكما تعلمون أنه لدينا برنامج الاندرويد ستوديو الذي سوف نقوم بتعديل عليه هذا الكود سورس لكي يصبح التطبيق الخاص بنا جاهز للاستخراج فمن خلاله يمكنك إضافة العديد من التعديلات وتقوم بحفظ هذا الكود سورس بشكل دائم وهناك أيضا العديد من البرامج التي يمكنك العمل على تعديل تطبيقاتك فيها مثل البرنامج المشابه للاندرويد ستوديو وهو برنامج إيكليبس ويمكن القول أن برنامج الإيكليبس أصبح قديم نوعا ما لكن هناك العديد من الأشخاص إلى حد الآن يعملون به وبدون أي مشاكل يعني يمكنك العمل عليه إذا كان الجهاز أو الحسوب الخاص بك ضعيف نوعا ما ولا يتحمل الطاقة الكبيرة الخاصة بالاندرويد ستوديو ولكن أفضل لي ولكم العمل مع الاندرويد ستوديو لأن المميزات الخاصة به لن تجدها في البرامج الأخرى وكثالث شيء لدينا هي برامج التصميم وكما تحدثنا سابقا أنه الدور الذي سوف نلعبه في إعادة هيكلة وتعديل الواجهة الرئيسية لهذا التطبيق وكذلك الصور والخلفيات والفيديوهات حتى يصبح لدينا تطبيق مختلف عن التطبيق الأصري وعن التطبيقات المشابهة لتطبيقنا بكل بساطة يجب أن نكون نحن لدينا الأساسيات وقدرين على التعامل مع برامج التصميم مثل برنامج الفوتوشوب أو الإليستريتر ولا يتطلب منك الأمر أن تكون لديك الخبرة الكافية والكبيرة في التصميم فقط خبرة في المبادئ والأساسيات الخاصة بالتصميم حتى نستطيع الاستفادة من هذا الأمر وتوجد العديد من البدائل الخاصة ببرنامج الفوتوشوب التي يمكنك استعمالها مثل موقع وتدبيق الكنفا وسوف نتحدث عنها في الجزء العملي بإذن الله من هذه الدورة وسوف تلاحظ أن الجزء الخاص بالتعديل سهل جدا وليس صعب أبدا وكرابع شيء من هذه الأدوات هو حساب الأدموب الذي سوف نحتاج إليه وهذا الحساب حتى نستطيع من الربح من التدبيقات الخاصة بناء المنشورة على جوجل بلاي والتي قمنا بتعديل عليها والتي عملنا ريسك لها وهذا من إحدى الخدمات التي تقدمها جوجل للناشرين لعرض الإعلانات والربح منها تماما مثل جوجل أودسنس وآخر شيء سوف يلزمنا في هذه الأدوات وهو حساب جوجل بلاي ديفلوبر أو حساب جوجل بلاي مطور لكي نقوم برفع التدبيق الخاص بنا عليه وهذا الحساب سوف نستعمله لكي نتمكن من رفع التدبيقات الخاصة بنا في متجر جوجل بلاي وكذلك نستفيد من المميزات الخاصة بجوجل بلاي مثل ظهور التدبيق الخاص بنا على جوجل بلاي وكذلك على البحث الخاص بجوجل بلاي لكي نحصل على تحميلات وزيارات للتطبيق الخاص بنا بشكل مجاني اعتمادا فقط على السيو والآن في الجزء الثاني من هذه الحلقة سوف نتحدث عن أخطاء يجب تجنبها في مجال الريسكن يا ترى ما هي المشاكل التي يمكن أن نواجهها في مجال الريسكن وما هي النصائح حتى نتجنب الوقوع في هذه الأخطاء والمشاكل وقبل البداية في هذا المجال أول نصيحة سوف أنصحك بها في هذا المجال هي عدم وضع الإعلانات بشكل كبير أو تجنب وضع الإعلانات الكثيرة داخل التطبيق الخاص بك وكذلك لا تقم بوضعها في أماكن مزعجة للزائر حتى تجبره على أن نقر عليها وهذا سوف يضر تطبيقك من حيث التقييمات وكذلك قد تواجه مشاكل في الأضمب مثل مشاكل التقييد إن قمت بوضع الإعلانات الكثيرة أيضا يوجد لدينا الخطأ الخاص بالتسويق الخاطئ وهو أن لا تكتفي برفع تطبيقك على متجر جوجل بلاي فقط أنت يجب عليك أن تقوم بتسويق وترويج لتطبيقك بشتى الطرق وبمختلف الطرق التسويقية وكما تحدثنا في الحلقة الثالثة أنه يمكنك أن تقوم بتنزيل ونشر مقالات وكذلك مشاركة التطبيق الخاص بك في السوفشال ميديا إنشاء فيديوهات ووضعها أيضا في السوفشال ميديا وهذا سوف يأتي لك بتأثير كبير على الجمهور بحيث سوف تتحصل على تحويلات مباشرة إلى التطبيق الخاص بك وثالث خطأ أيضا يمكن أن تقع فيه وهو السوق الممتلئ ولا تقترب عليه أبدا صديقي وأنصحك قبل أن ترفع التطبيق إلى جوجل بلاي تبحث بطريقة معمقة وكذلك بشكل جيد قبل شراء الكودسورس وأنه لا توجد منافسة كبيرة على النيتش الذي سوف تعمل عليه تطبيقك تخيل صديقي أنك اشتريت كودسورس للتطبيق لنفترض مثل فيسبوك وتريد أن تنافس أقوى الشركات أكيد صديقي هذا الشيء خاطئ وكذلك شيء سوف يؤدي بك إلى الهوية والفشل في أول مرة سوف تقوم بالعمل على مثل هذه التطبيقات يمكنك أن تبحث عن كود تطبيق أو لعبة معينة أصبحت تراند معين ومنافستها خفيفة وقليلة نوعا ما سوف تجد منافسة ولكن منافسة قليلة يمكن التصدر على هذه التطبيقات بتطبيقك بكل بساطة تذهب مباشرة وتشتري الكودسورس وتبدأ في التعديل على هذا التطبيق فلا تقع في هذا الخطأ الخاص بالسوق الممتلئ والذي نعني به المنافسة الكبيرة في النيتش الذي تعمل عليه أيضا صديقي راجع التفاصيل التقنية الخاصة بتطبيقك مثل حجم الصور وحجم التطبيق الكلي فهو يلعب دور كبير في نجاح تطبيقك أو فشله تخيل صديقي أننا قمنا بإنشاء لعبة لنفرض أنها لعبة لا تطلب اتصال بالأنترنت وكذلك لعبة جد بسيطة للغاية ويكون حجمها 900 ميجا بايت أو 1 جيجا بايت فصراحة بالنسبة للمحترفين لا يمكن تنزيل هذه اللعبة على متجر جوجل بلاي بهذا الحجم لأنها سوف تؤثر كثيرا كثيرا على الوصول إلى الجمهور لأن التطبيق أو اللعبة إذا كان حجمها كبير للغاية سوف تواجه العديد من المشاكل يجب عليك أن تجد الضرق والأمور التقنية وكذلك تخفيف الكود البرمجي وكذلك مصادر هذا التطبيق والتي هي الصور والفيديوهات والصوتيات وكذلك ضغط الصور وهكذلك نستطيع من إنقاص حجم هذا التطبيق الخاص بنا وهكذلك نضع تطبيق جد سلس على متجر جوجل بلاي كذلك لا تركز بتطبيقك على منصة واحدة كما شرحنا سابقا وحاول أن تقوم بنشره على الجوجل بلاي كذلك على الأب غالري على الأب تويد على جميع المتاجر التي تجدها في الأنترنت ويوجد أمر جد مهم الذي سوف نتحدث عليه الآن لا تهمل عملية الريسك أو إعادة هيكلة التطبيقات حتى تقدم تطبيقات أكثر وقم بالحرص على جودة التطبيقات الخاصة بك ويوجد العديد من الأشخاص في هذا المجال ولتجدهم كل يوم أو يومين يقوموا بوضع تطبيق على المتجر الخاص بهم على جوجل بلاي لكن النتيجة سوف تكون غير مرضية تماما بسبب عدم التركيز على نقطة الريسك أو إعادة هيكلة التطبيق بشكل احترافي يعني صديقي حتى وإن تطلب منك الأمر أسبوع أو أسبوعين في إعادة هيكلة أو ريسك هذا التطبيق قم بمنحي الوقت الكافي لأنك عندما تضع التطبيق على جوجل بلاي بعدها سوف ترى النتيجة والتي يتحكم فيها هذا العنصر الخاص باستثمار الوقت الخاص بك في التعديل على هذا التطبيق بشكل احترافي وآخر شيء سوف نتحدث عليه هو أن تتأكد أنه هذا الكودسورس الذي أنت تعمل به الذي اشتريته أو الذي سوف تجده بشكل مجاني يكون قانوني لأنه إذا عملت بشكل ملتوي أو بشكل غير قانوني أولا صديقي في الدينة الخاص بنا سوف يكون حرام وكذلك الأرباح التي سوف تجنيها حرام أيضا سوف تكون معرض لغلق حسابك في جوجل بلاي وسوف تفقد الأموال أو الأرباح الخاص بك الموجودة في حساب جوجل بلاي وأيضا سوف تفقد الجهد الخاص بك والتطبيق والمستخدمين الموجودين على تطبيقك في حسابك المطور على جوجل بلاي والآن في هذا القسم من هذه الحلقة والتي سوف نتحدث عليه في خطوات تصميم تطبيق الأندرويد أولا تصميمك أنت من تحدده وذلك حسب الخبرة الخاصة بك وحسب الأفكار الموجودة في رأسك والتي أنت مخطط لها وحسب ما أنت ترى التطبيقات يمكنك عمل تطبيقات مثلها وكذلك يجذب العميل وكن على يقين وكن واثق صديقي أنك إذا عملت بالطريقة التي سوف أعطيك إياها وسوف أشرحها لك يعني بعدما أن تقوم بإنشاء هذا التطبيق وتتميز به عن الآخرين وكذلك بعدما أن تقوم بنشر هذا التطبيق وترويج له وتقوم بذخ إعلانات ممولة لهذا التطبيق فسوف تكون الأرباح السنوية الخاصة بك تفوق الآلاف الدولارات بإذن الله فقط قم بعمل الإعلانات الممولة والعمل على نشر التطبيق وتهيئته لمحركات البحث وإن شاء الله سوف تجد نتيجة رائعة للغاية أيضا التفاعل مع المستخدمين والتفاعل مع الجمهور الخاص بك بشكل دائم وتقوم بحلهم جميع المشاكل التي يرونها في تطبيقه وترد عليهم بشكل أسرع وهذا سوف يعطيك نتيجة جد رائعة لأنك تعاملت مع الجمهور الخاص بك وتصميم التطبيق جد بسيط للغاية وسوف وهذا ما سوف نراه في الجزء العملي والآن ننتقل لكي نحكي عن سبع الطرق لكسب المال من تطبيقات الهاتف لكن في أتي الحلقة سوف أذكر لكم باقي الطرق المضمونة لربح المال من تطبيق الهاتف الخاص بك والتي هي مستخدمة من طرف العديد من الأشخاص في هذا المجال وأول طريقة معنا هي عمليات الشراء داخل التطبيق أو الاناب بورشوسز فسبق لك صديقي وأن دخلت إلى أحد اللعب أو إلى إحدى التطبيقات وأردت أن تقوم بشحن هذه اللعبة مثلا مثل لعبة بوب جي بالشدات فعندما تقوم باختيار الباقة الخاصة بشدات تظهر لك سعر هذه الباقة وتقوم بشرائها من داخل اللعبة بالسعر المعين التي تضاعه اللعبة داخل التطبيق أنت أيضا يمكنك عمل باقات داخل التطبيق الخاص بك بالسعر الذي تريده وكذلك يتمكن من إتمام عمليات الشراء داخل التطبيق فلنفترض أنك قمت بعمل تطبيق VPN وهذا الVPN مثلا يشغل لك سيرفر لمدة معينة مثلا بخمسة نقاط وعندما تنتهي الخمسة نقاط يجب عليك أن تقوم بشراء هذه النقاط من داخل التطبيق لكي تستعمل الVPN أو التطبيق الخاص بك بكل هذه البساطة هذه عمليات الشراء داخل التطبيق وثاني شيء هي الرعاية فبمجرد زيادة القيمة التجارية لتطبيقك يعني ويصبح التطبيق الخاص بك شائع وبه العديد من المستخدمين يمكنك العمل بطريقة الرعاية أو Sponsorship يعني يمكن أن يأتي لك شخص لديه منتوج معين أو تطبيق معين ويريد أن ينشره على شكل إعلان داخل التطبيق الخاص بك بالسعر الذي أنت تحدده وبالنسبة للطريقة الثالثة والتي هي الإعلان وهي سهلة التنفيذ للغاية وواحدة من أفضل الطرق لكسب المال من تطبيقات الهاتف بكل بساطة يمكنك إضافة وحدات إعلانية داخل التطبيق الخاص بك وتربح من خلالها وتوجد العديد من الشبكات الإعلانية مثل Admob و Startup و Apple Deel وكذلك TopJoy والعديد من الشركات التي سوف نراها في الشرح العملي ويمكننا حتى إضافة الإعلانات الخاصة بالFacebook Audience وبالنسبة للطريقة الرابعة وهي الاشتراك بحيث يمكن لك عمل إشراك لجمهورك في البداية من خلال توفير محتوى مجاني لكي يجربوه بشكل مجاني بعدها تقوم بفرض رسوم عن هذا المحتوى وكل ما عليهم بفعله هو الاشتراك بعد فترة تجربية معينة وبالسعر الذي أنت تحدده وكخامس شيء أصدقائي هي الربح من الأفليات أو التسويق بالعمولة داخل التطبيق الخاص بك ويمكنك التركيز على هذه الطريقة لأنها من إحدى أفضل الطرق الربحية داخل التطبيق الخاص بك لأنك سوف تنضم إلى أحد برامج الأفليات لشركات معينة مثل أمازون وآلي إكسبريس أو حتى منتجات رقمية وتقوم بإدراج الروابط الخاصة بها المنتجات داخل التطبيق الخاص بك وكلما اشترى شخص منتج من خلال الرابط الخاص بك أنت تحصل على عمولة بنسبة معينة الشركة صاحبة المنتج هي من تحدد نسبة الربح العمولة الخاص بك وكسادس شيء أصدقائي يمكنك بيع المنتجات داخل التطبيق الخاص بك بمجرد أن يصبح التطبيق الخاص بك مشهور كثيرا والطريقة سهلة للغاية لكسب المال من التطبيق الخاص بك فمثلا إذا كان التطبيق الخاص بك يحتوي على محتوى خاص بالرياضة يمكنك بيع منتجات مثل التيشرتات الخاصة بالرياضة وكذلك المنتجات الخاصة بالرياضة بشكل عام وهكذا أصدقائي نكون قد انتهينا من الجزء النظري لمجال الريسكن وبإذن الله في الحلقة الموالية من هذا الكورس سوف نبدأ مباشرة في الجزء التطبيقي أو العملي لذلك صديقي أطلب منك التركيز جيدا في الحلقات القادمة وعدم تخطي مدة هذا الفيديو لكي تكتسب المعلومات الخاصة بهذا المجال وهكذا نكون قد انتهينا من هذه الحلقة لا تنسى دعمنا باللايك ومشاركتها إلى أوسع نطاق ممكن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته